السلام عليكم , مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب غاونوك ويزين ان شاء الله تكونوا كامل بخير بما ترى هذا الفيديو فتونا نهال اليوم اليوم جدتكم وصفة جديدة كالعادة اللي اشاركتها معكم في الانستغرام وفي تيك توك وقلت نعود اضعها لكم هنا بطريقة ما نفصل وشفت التعليقات اللي قادوا لي اضعها لنا وهي وصفة نجاج المقرمش وليا البولي كيف سي كما رأيكم ترونه بطريقة جديدة سهل ويأتي بثاف منين وخير ما انت على المحلات ما عندها يستقاملكم اقتصادي ما انت كديروه بصدر تعالجج ولا بنصدر تعالجج يجيكم اقتصادي على وش تشروه برا ما انت برادو كاركو تشروه اربعة طرف من هدايا يطيحوا لكم كثل ثلاثين الف وهنايا قدمتوا مع هاد البطاطا صوتي اللي كندت لها هاد الفورماج راح نشارك معاكم ثانيك الوصفة قبل ما مدفو الوصفة بتنسوش اشترك في القناة التفعيل جارس بشي لحقهم اي جديد نحطو الحاجة اللي اندروها نحن جيبو الجاج تعالى بش نقطعه هنا كما قلت لكم انا قدرت صدرته على الجاج اللي قطعته هكذا شرائح تكون رقيقة وطويلة شوفو دوكن نوري لكم نقرب لكم الحبه وتشوفو هاكش جي رقيقة وطويلة بش يطيبن الجاج تانا شوفو كش يجي جي رقيقة ووسيو كيفاش طويلوها شوية الحبه هنا قربت لكم ش شوفو امليح كيفاش دايرا الحبه متخشنوها شبرك بش يطيب لكم امليح الجاج الداخل هنا وش نحن نديره بعدما نقطعه نحطوه بجيه ونحضره لماغينات تعالى اللي ححطوه فيها الجاج تعالى في غي سيبين ودرت كاس على الحليب الكاس تايح من 250 مليلتر درت معاه نصف كاس تأكريمة الطبخ هادي تعقيل لا استخدمت لك خامفخاش تعقيل لا الخاصة بالطبخ ماشي الخاصة بالحلوية قادش كين لك خامفخاش الخاصة بالحلوية وكين الخاصة بالطبخ المهم تطلقوا مكتوب فيها باللي الخاصة بالطبخ درت هنا منها نصف كاس عمرته نصف وهنا زيت معاهم حبات على البيض هنا درت معاهم حبات على البيض وهنا درت معاهم ملعقة صغيرة تعالى موتاغد وليه ماشي متوفر عنده لموتاغد يدير حوالي زود سنة تتاعتهم يربيهم زود سنين تتاعتهم يعودوا لكم لموتاغد هنا درت هذه التوابع اللي تلقاهم مكتوبين تحتها في صندوق الوصف نكتبهم لكم بالتفاصيل تحتها بش تلقاهم وزدنا ثمعهم شوية الملح اكيد لازم ديروا الملح بفاجينة الصنطة ودرت هنا شوية تعالى العكري الحار العكري الحار ماشي الحلو كما تحبون تومخط شوية يعطيه اللون شباب تانيك لهذه اللابارة بعد ما خلطتها ملح نديروا الكاس اللي هو تعالى الفارينا بنفس الكاس اللي دمنا به الحليب ولا كم فراش ندير تكسع الفارينا نخلطه ملح هاد هدية كما رأيكم تشوفو كين اللي يديروا الدجاج المقارمش كيفاش يديروه يجوزوه في البيض يجوزوه في الفارينا بعدك في البيض بعدك يجوزوه في الاشابلو وراح يخرج لكم سويسوا كما تعبرها معنتها هدية اللابارة اللي يستخدموها أصحاب المحلات هنا بعد ما درت الكاس اللي اول وخلطتهم ملح زدرت نص كاس تاني تاع الفارينا معنتها بإجمالية ندرنا كاس ونصف تاع الفارينا خلطتهم ملح هكذا دخلتهم ملح ويجبت أطراف الدجاج بتاعيلك وتقطعتهم هكذا بالطول كيبا قلتلكم بقطعوه ومرقاق ندخلوه في هاد الاباراي هكذا ونخلطهم ملح لكي يدخلونا ملح هاد الاباراي هكذا تدخل ملح في هاد الاجاج وتقدروا تانيك تديروا توابل على حسب وش تحبون تومات تقدروا الكين اللي يحب تاب اللي ينحيه ولا يبدأ الفلسطيكت واحد المهم تباشوفوا وش كيف صندوق الوصف توابل وخيرون تومات هنا بعد ما درت الجاج تاعي فهدية الماغينة اللي درناها غطيتوا هكذا بابي فيلم ونخله يريح في الفريجيدان مدة ساعة ولا تقدروا تدخلوه يريح تلزد سوايا تلتسوايا بعدها كل ما قاعدت تلك الماغينة كل ما تتشرب هذه البنات تاحها هنا بعد ما جزت ساعة انا بعد ما خليت ساعة جبت هذا الجاج تاعي وبدأت نحيف الجاج تاعي شوفوك شانين نحيفه رانين قطر فيه ملح من تلك الماغينة هكذا ارفضوا بالحبه من الافضل جيبوا تبسي كبير شوية على هذا خدش انا بعدها تزود تباسه على بها تديروا من الافضل يكون تبسيه غامق شوية ويكون كبير باش تساعدكم الخدمة بيوجيكم سهلة هذا النحيل الجاج تاعي كامل هكذا وبدأك باش تشوفو وش هنديروا بذيك الماغينة اللي حتقعدنا في هكذا الاغيسيبيو حانستخدموها كلي هي البيض بتاعنا بركبلا ما نديروا البيض نستخدموها هي باش ما نطلح لنا شاكذاك كما ركوا تشوفو هنا وجزت الفارينة في تبسي وجزت ديك الماغينة اللي قاعدتنا حكمت اطراف الدهجة تاعي بعد ما نحيتهم كامل جوزهم في الفارينة وبدأك عاود جوزه في ديك الماغينة اللي قاعدت لي وبدأك وش نديله نرفض هكذا غير ندخلها في الماغينة نجيب الاشابلوغ تاعي انا الاشابلوغ تاعي نرحيها خشينا نحبها خشينا على شكل ما ترحوها خشينا كل ما تكون القرماشة مليحة نجوزوا هكذا الجاج تاعنا في الاشابلوغ هذي اللي قتلكم رحيتها خشينا انا ما نحبش نرحيها فرحيه هذي اللي قتلكم الاشوار ولا ترحيها لكم بزاف رقيقة نسكرفجها ما انتا تقدروا تسكرفجوها وتجيكم هاي لها بزاف لاشابلوغ ونزيدوا تفتتوها غير بيديكم هنا وريت لكم حبة واحدة اخرى جوزها في الفارينة بعد ذاك الخالطة بعد ذاك في فلاشابلوغ ونحتم تحصلوا على هذه الحبات نوجدهم كامل باش نرحو نقلوهم كما راكو تشوفوا هنا دوجة كامل الحبات التاعي شوفوا الكمية الله يبارك ما خرجتلي كما قلتلكم تخرجلكم كمية كبيرة ما انتا تشوفوا براك عقزان ما هكذا صدرت عجاج ولا نصص صدرت عجاج براك انتو ما لازم تقطعوها رقيق باش يخرجلكم كمية كبيرة ويطيبلكم الججة التاعكم هنا بعد ما قدرت زيت التاعي يسخن على نرمة وسطة نطيبهم على نرمة وسطة باش ما يتحرقوا ليش وما يحمروا لكم شتمتموا بالجاج يقعد لكم خضر الداخل بعدها لنا نرمة وسطة تخلوه يطيب بعقلو وحتوني حمار بعدك تقلبوهم الجهة التانية كما را كنت شوفوا هكذا حتوني حمار لنا ملح توجدوا هدك البابي اللي يبص الزيت باش تحطوه فيهم هكذا كما تقعد لكم ش الحبارة فيها بزفتة الزيت هكذا كنو كملنا الوصفات داجج المقارميش هنا درت البطاطا صوت اللي درتها اللي قلت تلكم عليها في اللوول هنا في طنيجرات درت مغرف كبيرة تاع الزبدة من دار البطاطا صوت اللي يديروها البطاطا يغلوها اللي بطاطا يفوروها اللي يديروها في الفرن باش يصوتيوها انا هناله لقد قلت بطاطا مقلية صوتي دو كنت شوفوا كش درتها درت مغرف كبيرة على الزبدة كما شدتوا خليتها دابة درت زود سنينة تتعتهم اللي كنت رحيتهم هكذا ربيتهم خليهو يتقلوا شوية مشيحتوني حمارو متى يتقلوا شوية هكذا رميت عليهم البطاطا مقلية تاعي اللي كنت تقليتها انا صراحة هذي لابكم يغفوا نجربها قلت نجربها اذا جتني مليحة نبرت اجيها معاكم صراحة انا عجبتني جبت البطاطا مقلية رميتها في ذاك الخالي طمعته بعد الزبدة درت لها الملح درت لها شوية تاع الفلفل لكحل هكذا وزن درت لها شوية تاع المعدنوس اللي كنت قطعته ورقيق المعدنوس حاطيها بنامزف هايلا نخلط كامل مكوينة هذو التواعي هكذا كميرا كنت تشوفوا بهذا الشكل وهنا اللي تحبو تعطروها باي ثوابل تقدروا بنام تعطروها باي ثوابل عندكم انا بعدما قليتها هكذا درت لها شوية تاع الأعشاب المنسبة ولا الأعشاب المحطييران هذو يتباعوا عندي لبيع الثوابل قلولواى أعشاب المحطيرة ليديروهم في الماكلة كميرا كنت تشوفو بعدما درتو ازيت لها هنا فورماجورابه هكذا باشيء غطيها ايدوب هذك الفورماجورابه ولا تقدروا تديروها قراطة متات قراطة في ديبها في الفوق دخلوها للفوق بشي يدوب هاد الفورماج هكذا وغطيت عليها حتى وديدوب الفورماج تاعي وهنا كنا وصلنا لنهاية الفيديو التاعنا وهكذا قدمت معكم جامل هاد زوج وصفات الخفاف مات صراحة تجربوها مرضو للخبر خدش يجو مزاف هايلين وخفاف والقرمشات تاعهم يجي بزاف خفيفة صراحة مزاف منين هنا انا قدمتهم هاد الطريقة كما اكتبوا هاد تباسة وقل لكم ان شاء الله تكون عجبتكم وصلاة عمناها اليوم اشتركوا في القناة التفعيل جارس باش تلحقكم باي وصفة نحطها وفي وصفة اخرى ان شاء الله